اشهد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بإطلاق مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية تصريح العمل المرن وفي هذا السياق نوه حميدان بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للارتقاء بسياسات سوق العمل في مملكة البحرين بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر ولفت حميدان إلى أن هذه المبادرات جاءت تأكيدا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلاة بسوق العمل بين كافة الأطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير والتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل وبما يخدم مصالح جميع الأطراف ولا يؤثر سلبا على مصالح وأنشطة أصحاب العمل ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد وكان سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة إلى التصدي للعمالة غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر